هنتكلم عن typical capital budget decision اي مهندس النهارده هيبقى قدام منه مجموعة من البدائل او مجموعة من المشاكل على سبيل المثال planet expansion equipment selection laser pay equipment replacement cost reduction lease or pay البدائل دي كلها عاوز ياخد فيها قرار ففي الحالة دي يبدأ لازم مجموعة من الاشياء المهمة اللي يعرفها المهندس فهنتكلم النهارده عن ما يسمى production function اللي هو دالة الانتاج لان الانتاج بيبقى مؤشر ليه الكاشفلو الفلوس اللي هتتدفق عليك ان ثقون فلو احنا قلنا ان الانتاج ال production اللي عندي هيتوقف على مجموعة من ال parameter اللي هي مثلا ال 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 والم1 والم2 لو تخيلت ان الكيو هو حجم الانتاج هير كيو denotes the quantity of production وقلت ان الال دا يرمز الى denotes to the number of workers عدد العمال اللي عندي والم1 denotes to the amount of money investment and م2 denotes to the management experiences ال كأن الانتاج اللي عندي يتوقف على حجم العمالة وحجم الاموال المستثمرة في هذا المشروع وايضا الادارة او الخبرات الادارية الموجودة اللي عندي لكن احنا نهاردة عشان نبسط هذا التحليل ممكن نقول ان الانتاج يتوقف على عامل من العوامل وليكن ال labor مثلا او الماني فلازم في هذا التحليل نبدأ نعرف مجموعة من ال expression زي average production average production اللي هو ال ap عبارة عن كمية الانتاج الاجمالية على العامل اللي داخل في الانتاج اذا كان هذا العامل سي مثلا عدد labors and thon او الفلوس المستثمرة يبقى في الحالة دي ال average production اللي هو المتوسط هي عبارة عن ال production الاجمالي اللي هو total production على عوامل الانتاج اللي داخله اذا كان تعالد العمال يبقى number of labor اذا كان الفلوس المستثمرة and thon في الموضوع يبقى التعريف الاخر ما يسمى بال marginal production او يسموه الانتاج الحدي او يسموه سعة الانتاج الهامشي معنى كده ان اليونت اللي هتضفها من العامل الجديد يعني لو هتضيف عامل جديد هيرفع لك الانتاج او هتضيف مبلغ من المال هيرفع لك الانتاج يبقى في الحالة يسموه marginal production بمعنى بمعنى لما درسنا الانتاج في كثير من ال organization لقينا في شكل الكيرف ياخد اشكال كثيرة ومتعددة لكن في شكل وجد انه كثير التكرار بنلاقي increasing في marginal return وفي البداية وبعدين dimensioning marginal return ثم negative marginal retain المارجنال retain بيزيد الاول بمعدل متزايد او الانتاج عموما بيزيد معدل متزايد ثم يزيد بمعدل متناقص ثم يقل الانتاج معنى انه يقل الانتاج يبقى المارجنال retain بالن هنوضح الكلام ده في الشكل اللي جاي لو تخيلت ده الانتاج اللي عندي ففي المرحلة دي المتزايد هنا في زيادة ولكن هذه زيادة بمعدل في زيادة ولكن معدل زيادة متناقص ثم يخش في مرحلة التناقص اللي عندي لو جاينا نقول ان المارجنال برودكشن هنا هو بالأي بيزيد يصل الى القمة قبل نهاية هذه المرحلة بفترة ثم يبدأ يتناقص الى ان يصل الى الزيرو ثم يخش في المرحلة النيجاتيب اللي عندي لكن الافرش برودكشن بيزيد في هذه المرحلة ثم يبدأ يتناقص في المراحل اللاحقة اللي عندي يبقى المرحلة الاولى الانتاج اللي عندي بيزيد بمعدل متزايد كلما نزود عدد العمال اللي عندي بيزيد التوتال برودكشن بهذا الشكل ثم لما تزود عن حد معين بيبدأ يزيد الانتاج الكل ولكن زيادة متنقصة يعني اذا كان العامل يديني خمسة يونت يبدأ زيادة العامل يديني اربعة يونت زيادة العامل يديني ثلاثة يونت انث اون يبقى المرحلة الاولى المرحلة التانية ثم المرحلة التالتة اللي عندي طبعا وجد ان الافرش برودكشن والمارجن بيتساو في نهاية المرحلة الاولى ثم المارجن البردكشن يصل الى الزيرو في نهاية المرحلة التانية على سبيل المثال لو احنا قلنا الامبوت اللي هو عدد العمال اللي عندي والاوتبوت اللي هو البردكشن يبقى الافرش عبارة عن بأسم الاوتبوت على الامبوت اللي هو اللي عندي لكن المارجنال بروداكشن بشوف معدل التغير اللي عندي يعني بقول 18 ناقص 7 على 2 ناقص 1 اذا كانت دي واحدة معينة بـ 18 ناقص 7 يطلع 11 في حالة لو كانت اليونت اللي زي ده يونت واحدة والمارجنال بروداكشن عبارة عن 33 ناقص 18 و50 ناقص 33 أنثى أن هنلاقي ان بدأ المارجنال بروداكشن هنا هو الأفرش بروداكشن بيزيد بيزيد لحد حد معين يبدأ يتناقص في المتوسط بتاع الانتاج انه هو المارجنال بروداكشن بيزيد ايضا ثم بيبدأ يتناقص في المرحلة ديت يصل الى الزيرو ثم يخش ايه النيجاتيب المرحلة النيجاتيب اللي عندي يبقى كأنك لو هتضيف عامل هيقلل لك الانتاجين مخبالك يسموها زي بطالة كده عدد من العمال متوظفين لكن ما عملوش انتاج بل بيعكسه بيقللوا الانتاج نتيجة الإجراءات اللي ممكن تحصل في زيادة العمال اللي عندي لازم قبل ما نخش في الاناليسيز نعرف مجموعة من الديفينيشنز للكوست فيه كوست يسموها دايريكت كوست تكلفة مباشرة إذا قد نات إذا قد نات تكلفة مجموعة من الانتاج زي مثلا أجور المانجرز المديرين هذه الكوست ليست واضحة في المنتج يسموها إن دايريكت كوست زي الوبرهيد والحاجة دي المقصود بالفيكسد كوست هي التكلفة السبتة بمعنى أنها كوست تدفعها بغض النظر عن حجم الانتاج بتاعك سوي صفر دفعتها خلاص ما انتقتش أيضا دفعتها أصبحت تكلفة يسموها تكلفة سبتة إذا كوست إنكيورد إرسبيكتب أو ذا ليبل أو برايشن أو برايشن يعني مثلا لو تخيلنا إن حجم الانتاج هنا كده كيو والكوست كده يبقى الفيكسد كوست عبارة عن خط سابت لا تتأثر بحجم الانتاج رقم سابت فيكسد لا تتأثر بكمية الانتاج اللي عندي الإنكريمانتل كوست refer to the additional cost of changing the production output from one level to another normally variable cost اللي بسموها incremental تكلفة بتزيد لما حجم الانتاج بتنقله من level معين إلى level أعلى من level السابق المانترانس كوست اللي هو بسموها في التعريف الهندسي تكلفة الصيانة the cost that occurs intermittently or periodically for the purpose of keeping project equipment in good operation conditions المكن اللي عندي محتاج صيانة ففيه صيانة دورية وفيه صيانة سابتة أنثقن أنواع الصيانات اللي عندي يبقى في الحالة دي دي عملية بتتخش في تكلفة التشغيل بتاع المكن تسموها تكلفة الصيانة المارجنال كوست is the additional cost of increasing production هنقولنا دايما المارجنال معنى الحدي أو العمشي نتيجة تغير حاجة معينة بالنسبة للعوامل اللي داخلها اللي عندي يسموها المارجنال كوست أو يبقى دي أسف DC 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 حيسو C يرمز إلى الكوست يبقى معدل التغير في التكلفة due to additional unit The margin cost is equal to the slope of the total cost curve or line يعني لو أنا عندي معادلة التوتال كوست اللي عندي التوتال كوست عبارة عن الفيكسد كوست زائد الفاريابول كوست لو انت خدت البارشل التوتال كوست البارشل العامل اللي عندك اللي هو مثلا X الإنتاج اللي عندك هيديك المارجنال كوست اللي هي التكلفة الحدية اللي عندك الوبراطين خوست is a recurring خوست need to keep project and operation during the life cycle الوبراطين خوست may include labor material energy data تكلفة التشغيل العندم الوبراطين خوست is the cost of forgoing foreign the opportunity to investment or to invest in a venture that would have produced an economic advantage opportunity سموها تكلفة الفرصة ضائعة بمعنى لو انا عملت alternatives الالترنيتف اللي عندي ده هوت كانت البروفيت اللي عنده رقم معين اسمها P1 وانا عملت الشغل بتاعي في alternative اداني P2 اقل من P1 يعني اداني revenue اقل من revenue يبقى الفرق ده يسموه opportunity cost تكلفة الفرصة الضائعة يعني لم استثمر في P1 وستثمر في P2 دي كلها concept لازم اخب بالي منها life cycle cost during the life span اللي عندي العمر اللي عندي من zero لحد عمر المشروع اللي عندي ده اسمه life span او horizon او life cycle cost الoverhead ده دعبير دايما بنسمعه في الشركات the cost incurred for activities performed in support of the operation of the project دايما التكلفة بتاعة المديرين سيارات المديرين الحاجات دي كلها أصحاب اليقة البيضاء زي ما بيقولوا دا بيسموه overhead cost في sunk cost is the cost that occurred in the past تكلفة دفعتها في الماضي ولا يمكن التحكم فيها خلاص دفعته خلاص يسموها sunk and and cannot be recovered under the present analysis ال a variable cost is the cost that variates in direct proportion to the level of operation on quantity output بمعنى تكلفة متغيرة كلما حجم الانتاج بيزيد بها تزيد هذه التكلفة اللي عندي بنسبة معينة يبقى ال-cost volume relationship قدر أقول حجم الانتاج وعلاقته بال-cost مثلا activity with strong influence on the cost input or output example automobiles produced مثلا الفيكس cost عبارة عن cost of providing basic operating capacity ال-variable cost have close relationship to the volume كأن الفيكس cost مالهاش علاقة بال-capacity اما ايضا ال-variable cost لها علاقة وتتغير بتغير حجم الانتاج اللي عندي السيمي variable cost مش قادرين نديها صفة الفيكس او ال-variable في بعض الاحيان تبقى neither fixed nor variable يسموها auto depreciation مثلا في بعض الاحيان رقم ثابت ثم ممكن تتغير مع العمر الافتراضي اللي عندي الاverage unit cost معناه التكلفة للوحدة الوحدة per unit activity variable cost per unit volume is constant fixed cost varies with change in volume at long horizon no fixed cost في الحقيقة على المدى الطويل كله بيتغير المarginal incremental cost added cost of an additional unit of output rate of increasing total cost per unit production دائما المarginal عبارة عن معدل تغير الكوست بالنسبة لتغير عام الاخر curing and non-curing cost direct and indirect on direct cost كأن total cost concept عبارة عن manufacturing cost ceiling expenses تكلفة المبيعات يعني الأشياء اللي بكلفها على كيفية بيع الproduct وبعدين administrative expenses يبقى يبقى desired profits الربح اللي أنا عاوز بحطوا على الهيسة دي كلها في الحالة ديت قادر أجيب سعر البيع اللي عندي يبقى سعر البيع عبارة عن total cost اللي عندي اللي هي manufacturing cost seeding expenses administrative expenses سم desired profit اللي عندي بناء مثلا على ذلك ممكن ناخد example cost structure example مثلا التكلفة اللي عندي فdirect material عبارة عن 3 دولار و units 100 ألف تضرب 3 في 100 ألف يديك الcoast بتاعت direct cost direct material والdirect labor عشرة في 100 ألف يطلع بمليون والفاكتور overhead برضو نفس الحكاية والsealing and administrative والtotal cost بهذا الشكل ثم الفاكتور overhead ceiling and administrative total cost بهذا الشكل يبقى ده التكلفة الإجمالية اللي عندي لمجموعة الانتاج اللي عندي أشوف أنا عاوز الربح بتاع نسبة د ايه أبدأ أطلع التكلفة الإجمالية أشوف عدد الوحدات اللي عندي أقسم الكلام ده بعد ما ضيف الprofit على عدد الوحدات أقدر أجيب ceiling price اللي هو سعر البيع اللي الشركة ملتزمة بيه يبقى 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 product cost concept the cost the cost is determined by subtracting a desire profit from the ceiling price ده الـ actual cost وده الربح اللي عندي طبعا أنا في الفيوتشر بحاول أقلل أعمل reduction لهذه الكوست أعمل لها reduction من خلال خبراتي ومن خلال التطورات اللي بتحصل على أساس أبدأ السعر اللي عندي يبقى السعر منافس في السوق يبقى أقل من المنافسين بتوعي في المستقبل اللي عندي دي أمثلة للفيكس والفاريابل الكوست اللي ممكن تلاقيها في حيات مثلا الواجز بايد تو تيمبراري ووركورز دي فاريابل حسب المبيعات اللي عندك اللي هي العقود السابتة وكلام ده دي أمثلة للفاريابل والفيكس الكوست اللي عندي السمري of annual الكوست الكابتال ركاوري of various components الوبرائش and maintenance التاكس and insurance الكومبنسيش واتر واتر الفيو الكوست الرينت الكوست دا بسموها الكوست بنسبة لي اللايف سايكل كوست research and development كوست زي all expenditures for design prototype fabrications testing inventory will manage and product of the entire anticipated life دا كلها أجزاء لو حبينا نكلم عن نكلم وشكرا 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 وشكرا